هنا من المدينة المنورة طبعاً ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وبالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمركز صحي الصافية بالمدينة المنورة قامت الوكالة بإجراءات الفحوصات الطبية على العاملين قبل دخولهم إلى المسجد النبوي الشريف ومرافقه وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأيضاً الحفاظ على طهارة وتعقيم المسجد النبوي الشريف للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام ينضم إليه مدير إدارة الصحة والبيئة بالوكالة الأستاذ يوسف العوفي في البداية راح فيك أستاذ يوسف أهلاً بكم أخوية محمد وأهلاً بالأخوة المشاهدين للإطلاع على الإجراءات الاحترازية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حتى هذه اللحظة أستاذ يوسف حدثنا عن هذا التعاون الجميل الذي قمتم به مع وزارة الصحة ممثلة بمركز صحي الصافية وهذا التعاون الذي يثمر الجهود لفحص العاملين في الوكالة نعم هناك عدة إجراءات اتخذتها وكالة الرئاسة العامة بالتنسيق مع الجهات المشتركة مع وزارة الصحة وبالتحديد مركز الصحي الصافية تم تشكيل فريق طبي للكشف على العمالة ومنسوبية الوكالة الفرق الميدانية وكذلك تم تخصيص فرق طبية تكون متواجدة داخل المسجد النبوي لعملية الفحص لذوي أهل الجنائز قبل الصلوات المفروضة خلال اليوم وكذلك أثناء دخول العاملين في ساحات المسجد النبوي كذلك هناك عدة إجراءات قامت بها وكالة الرئاسة منها تم تركيب أجهزة التعقيم للتأكد من استخدامها وكذلك التعاملات الإلكترونية لتخفيض نعم أستاذ يوسف دعنا نقف هنا بالنسبة لنسبة العاملين في الوكالة ما شاء الله تم تخفيض نسبة العاملين وأيضا التحول إلى التعاملات الإلكترونية والعمل عن بعد حدثنا عن هذه الجراءات أيضا نعم صدرت توجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن ستيس وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام الدكتور محمد الخضيري بتخفيف منسوب وكالة الرئاسة العامة العاملون بالمسجد النبوي واختصارهم على الفرق الميدانية وتخفيف العدد فيهم لضمان سير العمل وكذلك تزويدهم بأجهزة التعقيم للتأكد من ممارسة أعمالهم وسير هذا الأعمال بشكل منتظم وكذلك تم التعامل عن بعد من خلال الأجهزة والأنظمة الإلكترونية لسير العمل والتعكد من سيرها على الشكل المطلوب جميل كيف وجدتم التعاون من قبل العاملين في هذه الإجراءات الطبية؟ نعم هناك حرص شديد ووعي تام من قبل العاملين ومنسوبية الوكالة باتخاذ هذه التدبير والعمل بها وقيامها بالشكل المطلوب لضمان سلمتهم وصحتهم ونتمنى لهم الدوام الصحة والعافية السادة يوسف العوفي مدير إدارة الصحة والبيئة بيوكالة الرئاسة العامة لشهر مسجد النبوي الشريف شكرا لك العافو يطيكم العافية على تصريط الضوء على الإجراءات المقدمة خلال هذه الفترة إذن إيمان مشاهدين الكرام من هنا من هذه البقعة الطيبة المباركة المدينة المنورة ومن جوار المسجد النبوي الشريف إجراءات طبية مكثفة تقوم بها وكالة الرئاسة بالتعاون مع المركز الصحي مركز الصحي الصافية بالمدينة المنورة للحفاظ على تطهير وتعقيم المسجد النبوي وأيضا الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته والعاملين في هذه البقعة الطيبة المباركة هذا كل ما لديه من هنا من المدينة المنورة